طيب نروح نرجع لبقية الأخبار لأن معنا لسه ما سيحدث اليوم بقى إن شاء الله يعني النهاردة فيه مجموعة من الأخبار يمكن أهمها انطلاق امتحانات الدور التاني من الثانوية العامة والنهاردة كمان برضو فيما يخص الثانوية الأزهرية امتحانات الدور التاني فيها في مواد الفقه والجبر والتوحيد وكمان اطلاق مؤسكر قادة المستقبل في جامعة القاهرة وده ضمن مشروع بناء الإنسان وأخبار تانية بالتأكيد هنتبعها في هذا الرصد والتقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هتنطلق امتحانات الدور التاني من شهادة السنوية العامة وعدد الطلاب اللي هيمتحنوا 157 ألف طالب وطالبة في 300 لجنة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية وهتمتحن الطلبة مواد اللغة العربية والتربية الدينية وهتستمر الامتحانات لحد يوم 30 أغسطس 2022 النهاردة كمان هتنطلق امتحانات الدور التاني لشهادة السنوية الأزهرية واللي هتستمر لحد يوم 29 أغسطس هيؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مواد الفقه والجبر والهندسة الفراغية وطلاب القسم الأدبي هيمتحنوا مواد الفقه والتوحيد النهاردة أيضا هتطلق جامعة القاهرة النسخة الخمسة من معسكر قادة المستقبل تحت عنوان بناء الإنسان واللي هيستمر لمدة شهر في إطار مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب فعاليات المعسكر هيتم تنظيمها في قاعة الاحتفالات الكبرى وهيتضمن المعسكر أربع أفواك طلابية كل فوج ميت طالب وطالبة لعشاء الدور المصري الممتاز هيكونوا على موعد النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة 31 من المسابقة الاتحاد السكندري هيواجه البنك الأهلي الساعة 6 ونص أما عشاء الدور الإنجليزي فهيكون معدهم مع ست مباريات قوية في الجولة رقم 3 من المسابقة أهمها لقاءات توتنهام مع ويلفر هامتون الساعة 1 ونص الظهر وكريستل بالس مع أستون فالا الساعة 4 العصر والساعة 6 ونص بالليل أرسنل هيواجه بورن مونف